كانوا في إيران أو هم إيرانيون قدموا إلى العراق يحملون معهم الفيروس القاتل بالطبع فإن تراخي الإجراءات الحكومية كان له الدور الأكبر في تفشي الفيروس لسيما إذا تعلق الأمر بإيران التي تعد الراعي الأول للأحزاب الحاكمة في البلاد تأخرت إجراءات إغلاق الحدود ووقف الرحلات الجوية مع إيران وليس سرا أن بعض المعابر البرية أغلقت بالفعل ثم فتحت بضغط من الميليشيات التي هاجمت المتظاهرين وعلى الرغم من تحذيرات منظمة الصحة العالمية بشأن تفشي الفيروس في المحافظات الإيرانية فلم تتحرك حكومة بغداد إلا بعد تسجيل إصابات بالفيروس في محافظة النجف وليتها تحركت بما يقتضيه الحال لمواجهة خطورة الأمر بل إنها استخدمت أجهزة معطلة للكشف عن الفيروس في مطار بغداد ناهيك عن تخصيص حجر صحي وسط مدينة النجف من دون مراعاة احتمالات نشر العدوى بين السكان في تلك المنطقة المزدحمة هاي مظاهرة صحاب المحلات واندق بنص المدينة القديمة محجر الكورونا نص أولاي تمير الممنين وانها الصحة وانها المحافظ وان أكبر مسؤول بالعراق المدينة القديمة صير محجر الكورونا وبينما يواصل الفيروس القاتل انتشاره في أنحاء العراق لتعلن الجهات الصحية عن نحو عشرين إصابة مؤكدة في عدة محافظات تعلن مديرية الصحة في محافظة أربيل وحدها الحجر الصحي على أكثر من ألف مشتبه بإصابته بالفيروس في مراكز صحية خاصة وكذلك أعلن في عدد من المحافظات الأخرى إلا أن متخصصين يشككون في جدوى الإجراءات الحكومية ويحذرون من تداعيات انهيار القطاع الصحي في العراق وتأثيره على تفشي الفيروس واحتمالات تحوله إلى وباء يفاقم من معاناة الشعب العراقي اشتركوا في القناة